السلام عليكم ورحمة الله حلقة جديدة مع أخوكم مجدي لبلو العضية اللي هنتأولها اليوم مع حضراتكم عضية فهدروس مستفادة كتيرة فيها حكمة وفيها موعزة وفيها نصايا كتيرة مدام داليا مدام داليا اللي رأست على التيك توك وانتهت حياتها بعد ما كانت حياة هدئة لحياة إجرامية مدام داليا بنت من محافظة المنوفية إحدى القرى التابعة لمركز تلا كانت بنت جميلة جدا يا سادة في النقيد الآخر كان فيه شاب اسمه ياسر الشاب ده والده والدته متوفيين وما كانش ليه غير أخت واحدة كانت ملتزمة جميع العيلة عندهم وأهله وأقاربه ملتزمين بالحجاب وبالنقاب ياسر بعد ما والده والدته اتوفوا سابوله تركة مش قليلة تركة ميسورة الحال يعني كان يقدر إنه يتجوز ويبني بيت ويشتري عربية وكل حاجة لكن أخته اتجوزت في مكان بقيد وكل ما تيجي أختي ياسر علشان تنصحه أو تيجي تزوره تقوله أنا عايزة أفرح بيك ياسر في الأوقات ده كان هو موظف وكان ما فيش مش شاغل دماغه أي زواجة ولا غيره لأنه لسه ملقاش بنت الحلال كل ما تيجي أخته هي وولدها وجزء يقولوله إحنا عايزين نفرح بيك يا خالو وهي تقوله خلاص انت كبرت يا ياسر لازم تتجوز لكن ياسر في يوم من الأيام شاف بنت جميلة في إحدى المواصلات وهنا فضل ماشي وراه لحد ما عرف أنها في قرية جنبه قرية بسيطة الحال كانت عايشة في منطقة شعبية لكن هنا ياسر فرح فرح شديد وراح اتصل على أخته في نفس اليوم وقال لا أنا لقيت هنا أخته وكان يوم المنع بالنسبة لها علشان أنها تفرح وتتطمن على أخوها بعد وفاة أبوه وأمه هنا قعدت تسأله على مواصفتها وهو هنا ياسر ما كانش فيه حاجة وحشة بيقولها على البنت لحد ما سئل واتطقص عليها هي كانت داليا من أسرة بسيطة لكن هنا ياسر اقتنع بيها وخلاص زي ما احنا بنقول كده حب من أول نظرة وهنا حدد معاد مع أخته وراح وزاره العروس كان معاهدية بسيطة كده وبدأوا أنهم يدخلوا البيت من بابه ويفتحوا الاتفاق للزواج وهنا الأب والأم للعروسة داليا كانوا متوجدين وبعد ما نالوا اهتمام كبير جدا من أسرة العروسة هنا أخته بقى قالت له أنا لازم أعود معاها على انفراد لازم أتطمن على زوجة أخويا المستقبلية لازم ولازم ولازم وهنا بالفعل أخت ياسر خدت داليا في قوضة وحجرة مجورة لقوضة ضيوف وقعدت تتكلم معها هنا الزيارة انتهت لكن هنا العروسة بقى أبو داليا هنا اللي اشترطت اشترطات كتيرة جدا قال لو فيه نصيب احنا اتفاقاتنا هتبقى واحد اتنين تلاتة كان أصعبهم يا سادة انه طلب منه مؤخر وصداق مليون جنيه غير بقى المهر العالي والشبكة العالية وهنا انتهت الزيارة وانصرف ياسر واخت راك كان أخت ياسر باتت معاها في نفس الليلة وقعدت تحكيله وقالت له يا ياسر الناس دول طماعين جدا بلاشهم لانه ما قاعدين في منطقة شعبية انا مش هتكلم على الحالة الاجتماعية لان اغلبية مصر كلها تحت الحالة المتوسطة لكن ياسر كان مقتنع كل ما اخته ترفض العروسة وتقنع فيه انه ما ياخدهاش كل ما ياسر يحجر دماغه ويقول انا هتجاوزها لحد ما فات اسبوع وياسر هنا قاعد يتكلم اخته ويغنع في التليفون لدرجة ان اخته قالت له يتختارني يتختار داليا اللي هي العروسة وكان الرد مفاجئ لاختي ياسر وقالت له وقال لها انا هاختار العروس هنا كانت صدمة كبيرة لاختي ياسر اللي تمنعت من زيارته وحتى قالت له انا مش هحضر لك شبكة ولا فرح ولا اعزال ولا اي حاجة هنا بالفعل ياسر حجر دماغه وضرب بكلام اخته الحائط لان اخته كانت دايما بتقول له يا ياسر الجمال في البنات او في الستات مش شرط جمال الوجه الجمال جمال الروح ولازم نصفر بذات الدين علشان وصانع بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم هنا بالفعل ياسر ضرب بكلام اخته الحائط وسرعان بقى ما تمت الشبكة وبعدها بتلات اربح خمس شهور هنا اخت ياسر ما بتروحلوش نهائي لانها زعلانة لانها ست فاهمة ست زيها هنا ياسر بعد خمس ست شهور تمت الزيجة وطبعا الطمع اللي كان ظاهر لوالد العروسة ووالدتها كان بيرد على اخته بيقوله ده كله وكلام مكتوب على الورق ومؤخر الصداق اللي انت خايفة منه اللي هو المليون جنيه مش هيتم اللي ما يكون فيه انفصال او طلق وانا حبيتها وانا صعب ومرابع المستحالات ان انا اطلع هنا بالفعل بعد خمس ست شهور بدأت داليا تظهر على حقيقتها يا سادة بدأت زي ما احنا بنقول كده تتدلع عليه وتتمنع من بعض الحاجات وتعالى النهاردة نغير العربية وانا عازة اشتري فستان بكذا وانا ليا واحدة صاحبتي في المكان الفلاني تعالى منظورها يدخل يجيب شوية هدايا وتقول له الهدايا دي ما تنفعش ما ينفعش ان انا مراط البشمهندس ياسر وندخل بادينا فيها حاجات بسيطة يعني يمكن فلوس ياسر بدأت تروح على المظهرة والفشخرة زي ما احنا بنقول لكن كان في الوقت ده كله اخته بيصعب عليها الحال اخته كانت بيوصل لها الاخبار بدأت هي اللي تتواصل مع ياسر مرة تانية وتقول له معينا انا زعلانة لكن انقذ نفسك قبل فوات الاواني انقذ نفسك ياسر طالما ما فيش خلفة ولا في حمل مع داليا الحق نفسك يا ابن ابويا ولكن ياسر كان بياخد كلام اخته بعرض الحائط وهنا كان عيلة ياسر كلها يا سادة عيلة منطقبة او عيلة ملتزمة ومحجبة هنا كانت داليا بتطلع بقى تتزين بالرائحة والعطور والملابس اللي احنا بنقول عليها متبرجة فيها والنصايح كانت جميع من اهل ياسر لي لكن ياسر كان بيضرب بكلامهم عرض الحائط لحد ما بدأت ان داليا بالفعل انها تتملعن على ياسر بجد الجد بدأ ياسر هو يروح شغله ويرجع طول الليل يلاقي داليا مسك الموبايل وعمالت تنشر في صورها على الفيسبوك مرة بفستان كذا ومرة ببنطلون كذا وطبعا اكيد العائلة برقبة او متابعة بالحكم الصداقة على الفيسبوك صور داليا وبدأوا انهم ينصحوه وبدأوا انهم يتزمروا من ياسر ومن داليا وبدأوا ينصحوه كتير لحد ما رحت له اخته وزوجها وحماها وحماته وراحوا لياسر قالوا يا ابني انت مغيب ولا ايه داليا كده فتحانة في الدنيا وقدام الناس كلها احنا بنتنا ما اخته كانت بتقوله ان انا ما بتكلمش معك ولا كنت ناوية ان انا اجيلك لكن لما بشوفك اتغرق لازم اي عنجدك وانقذك هنا ياسر يمكن تحكم عليهم وهنا زعف اخته وده حياة الخاصة وملكيش دعوة فيها وكل ما ياسر يشوف صورة لزوجته على الفيسبوك صورة متبرجة يتكلم معاه تلفه لفتين وتضحك عليه بكلمتين لحد ما وقعت الفاس في الرازة ما احنا منقول وحملت داليا وخلفت اول طفل هنا داليا بدأت انها تتملعن عليه ملعنة جمدة جدا وبدأت تقوله بقى انا عايزة رصيد في البنك انا عاوزة انسيب الشقة دي ونغير الشقة تانية وهو علشان جمالها وعلشان حبه لها مش قادر يرفوض الله طبعا بالحد ما يمكن سيولي او صاروة ياسر بدأت تهبط وتضعف وبدأت تكاد انها تخلص خالص داليا ما كفهاش كل اللي عملته في ياسر والبهدلة والفضائح اللي هي سببت لي فيها على الفيسبوك بدأت داليا انها تصور نفسها وهي بترقص يا سادة بهدوم شفافة وغيرها على التيك توك بدأت انها تندرج في التيك توك وملصات اليوتيوب وتعمل قناة وبدأت انها ترقص وتبين حاجات من جسمها كتير وهنا العيلة كلها بدأت الاخبار تتنقل ما بينهم وبين بعضهم لحد ما راحوا تجمعوا عند ياسر في البيت وزعقوا مع داليا والمفاجأة يا سادة ان داليا زوجة ياسر كرشت الجميع بما فيهم ارايبه هنا اتغاز ياسر بدأ يفكر ويعيد حساباته من جديد طب انا ليه ما سمعتش كلام اختي من البداية ليه الناس دي كلها تكون غلط وانا الوحيد اللي اكون صح لكن المفاجأة ما غبيتش بقى على ياسر العيار التقيل ما غابش ايام على ياسر يا سادة ولقى داليا انها بتطلب منه الطلاق والانفصال وتنفيذ مؤخر الصداق هنا ياسر قال لها انا مش اطلقك انا بحبك وانا 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 لكن هي كده رفعت بقى راية العصيان على ياسر بدأت انها ترفض حتى العلاقة الشرعية ترفض انها تعمله اكل وشرب هنا ياسر يشغل نفسه بالسوشيال ميديا وعلى الفيسبوك لحد متعرف على سيدة في قرية قريبة منهم وبدأ انه يتودد لها الكلام في التليفون وبدأ انه رسائل على الواتس اوب والمفاجأة حراركم بعدين ان مين اللي كان مسلط عليه الست اللي هي قريبة منه في قرية قريبة منه لكن هنا ياسر بدأ يتودد لها لكن العلاقة خضت منحنة تاني يعني كان بينشي علاقة بينه وبين واحدة ستة علشان ينسى هم وغم داليا ويبعد عنها شوية لانها دايما كانت بتلح عليه بالانفصال وقالت له لو ما طلقتنيش انا هرفع عليك قضايا وهاخد حقي منك لكن ياسر بدأ ينصاع للفتاة الاخرى او الست الاخرى اللي هي من ذات القرية اللي جنبه وبدأ ان العلاقة يحكي لها على مشاكله ويحكي لها على همومه وهي تحكي له لحد ما العلاقة حصل فيها كمية ما بينهم الاتنين وحبه بعض وهنا قال لها انا لازم اجيلك البيت وبالفعل ياسر راح لحد البيت لحد الست التانية وانتوا عارفين بقية القصة يعني ما اختلق رجلو وامرأة الا وكان سهلس هما الشيطان لكن المفاجأ هنا بقى ان ياسر بعد ما انتهى من الليلة مع الاختة او الصديقة لي اللي على الفيس بروح البيت بقى فرحان ومبسوط وخلاص انه لقى بديل لزوجته لقى شقة او مكان فيه سعادة هيرتاح فيها بعيد عن داليا لكن المفاجأ او المروح البيت هو اكيد اتعشى برا عند الحبيبة لكن هنا فوج ان زوجته داليا مطلع الموبايل بتاعها وبتوريله الفيديو اللي هو كان بيقيم علاقة مع احدى السيدات في قرية جانبية هنا هنا ياسر اضغاز هنا ياسر بقى خرج عن شعوره وقالت له داليا ان انا اللي مورطاك في القصة دي انا كده بدأت اساومك يا اما الطلاق يا اما هفضحك في وسط العيلة وفي وسط البلد وزي ما انت عارف في التيك توك والفيديو والقصص دي كلها انا هنشر مقاطع الفيديو بداختك وما فيش حد هيصدق ان انا عليكم ما فيش حد هيصدق ان انا اللي مرتبه لك المكيدة دي كلها الكل هيوقف جنبي والكل هينصرني ان انا مساكتك وقفاشتك بتخلني مع واحدة تانية هنا ياسر ما قدرش ان يفكر كتير ياسر قال ان انا لازم ان انا ارد حقي وارد شرفي واخد حقي من داليا في نفس الوقت جرى على المطبخ واستل قال حده وطعن داليا فوق العشرين وطعن وماتت داليا وانتهت وهنا بدأ انه خرج من شقيته على نفس الشقة اللي كانت فيها الست قريبة منه من قرية قريبة منه ونال منها نفس النول الحبيبة بدأت انها تصرخ وتولول بس لكن لحد ما الجران بدأوا يتجمعوا كانت فاضة روحها هي كمان لربنا سبحانه وتعالى هنا اتجمع الاهالي وهنا قدروا انهم يمسكوا ياسر واتصلوا بالرجال المباعث وحضرت في التو واللحظة وتم القبض على ياسر وهو حليم في قبضة رجال المباعث لكن ياسر يا سادة قبل ما يترحل بقى والقضية تاخد مجرارة لان احنا متأكدين الحكم هنا هيكون ايه هتكون اوراق ياسر في مكتب فضيلة المفتي لكن هنا كان ياسر طلب طلب غريب جدا منهم قال لهم انا نفسي اترمى في حضن اختي هنا بالفعل طلبوا زيارة اختي ياسر ليه وقعد يتندم لها كتير ويقول لا ياريتك ضربتيني بالجزمة وسمعت كلامك ياريت 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 لكن الندم ما بينفعش بعد فوات الاوان وهنا وصها على ابن الوحيد ولا انا عارف انه متطمن انه هو يتربى معاك تربية حسنة واملاكي وكل حاجة عندك ملكك الصرفي فيها كيفما تشاء وهنا ياسر تحت قبضة الرجال المباعث ودي مش عايزة تفكير ولا عايزة توقعات لان ياسر هيكون اوراقه في مكتب فضيلة المفتيو وكده الهكاية انتهت من البداية لنهاية حبينا ان احنا نشر لحضراتكم القضايا المنتشرة في المجتمع المصري ولازم نهتم بقراء الاخرين ولازم نمشي على الشريعة الاسلامية وعلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع بالدين والجمال والنسب فاصفر بذات الدين تربت يدك يعني المفروض ان احنا نهتم بالدين اولا واخيرا لكن اللي احنا شايفونه النهاردة على قنوات التيك توك وغيره ان ما عادش دين ما عادش حد بيهتم النهاردة بأصول البنت ونسبها وصهرها ولا حتى بيصفر بذات الدين النهاردة الشباب يا سادة الكل بيتدور على المحزة وعلى الملزة الكل بيتدور على الجبال لكن في الاصل هو الطيب هو اللي بيدوم الاصل الديني هو القائم هو العمود الفقري للحياة كده اتمنى لو حضرك شاهدت معي الفيديو للنهاية ما تنسلاش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لحظات جميع القضايا المنتشرة على السوشيال ميديا وخاصة في المجتمع المصري احنا بنقدم حلقاتنا للنصيحة والدروس المستفادة والموعزة علشان نتطعز دمتم بخير كان معاكم اخوكم مجدي البلاوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا